فيديو يكشف طالب لجوء سوري يدمر متجر في سالسبورغ وفي تفاصيل الخبر بيقول ان الشاب اللي عمره 30 عام يعني مش اول مرة يقتحم المتجر لكن هو اقتحم المتجر بالفعل في منتصف الاسبوع الماضي ورجع اقتحمه مرة اخرى في عطلة نهادة الاسبوع واللي تم فيها القبض عليه في المرة دي يعني وكمان هنا بنشوفه في الفيديو يعني بنشوف بيمسك الالة الحديدية دي وبيدمر الاوتومات وكمان المحل هو اعتقد محل ترافيق او تباك ويعني بنشوف منتصف الاسبوع مرة ورجع تاني عطلة نهادة الاسبوع بنشوف هنا اصرار على ارتكاب الشغب واصرار على يعني يمكن ان هو مش عارف التبعات لهذا الامر نعم تحية لك انسرين تحية لجميع السادة المشاهدين والمتابعين الان على النمسا ميديا كتجربة باعتبار في عنا كسافة من الاحداث ما قبل الانتخابات النمساوية فان شاء الله حنبدأ قراءة وسط الاسبوع فبتمنى لك كل التوفيق بهالقراءة وتكون تمام طبع هذا الخبر بصراحة يعني فعلا من الاخبار المؤسفة واللي كان لابد من انه نحن نحاول نتناولها بطريقة يعني مختلفة او بطريقة او بطاطية خاصة يعني انه هذا الفيديو هذا طالب اللجوء طبعا هو من ما يقال عنه طالب لجوء سوري او عديم الجنسية يعني هو من الموجودين بسوريا فهذا ممكن يكون فلسطيني سوري او ممكن يكون من كردي او لانه في كتير اكراد بسوريا ما عندهم جنسية سورية فهنا بالنمسا يبكتبوهم شتتن لوس او أم بكنت غير معروف يعني فعليا فبالتالي هو فعليا هو سوري يعني بشكل او باخر ان كان فلسطيني ولا كان هو سوري بالمحصلة فبصراحة الفيديو والطريقة اللي انتشر فيها واللي طلع فيها من خلال كاميرا المراقبة الخاصة بهذا المحل يعني بتدل على بصراحة مشهد ما فينا نقول عنه غير انه عنيف للغاية وسيء للغاية انه نشوفه بهاي الطريقة يعني لاحظوا لاحظوا الهي اللي عم بيشاهدنا ويسمعنا عم يحمل مثل هاي سدادت مجاري عامة هاي بتزن يعني على الاقل عشرين كيلو وقابلة لانه تخطم لاحظوا كيف كسر 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 الاطماط تبع الخاصة بالمشروبات والبعض الامور اللي ممكن تنشر من هاي الماكينة واخدهم بكل هدوء وعليه يبدو انه الانسان احمق للغاية انه بتصور غالبا هو شايف كاميرا المراقبة اللي موجودة واللي عم تعرض هالشي هذا اللي ظاهر وقام بهذا العمل طبعا التحقيقات بتقول انه هو لربما كان منتشي بنوع من المخدرات نوع من الكحول اللي لاحظي هنا كمان بالصورة كيف كسر كسر زجاج المحل الجانبي بنفس الطريقة بنفس الحديدة مع الاسف الشديد بشكل يعني بشكل عدواني للغاية بصراحة هاي العدائية هاي العدائية اللي بتطلع من هؤلاء الاشخاص طبعا هذا بالنهاية تصرف فردي يعني احنا ما بنقول السوريين هيك ولا الفلسطينيين هيك ولا الاكراد هيك ولا العراقي هيك ولا ولا هذا تصرف فردي بدل على انه هذا الشخص عدواني للغاية هذا شخص عنده خلل كتير كبير يعني بصراحة عنده عنده حالة نهم لشيء معين يعني لاحظي انت فعلا المحل زكي جدا اللي قام باقتحامه مصور المشهد من كل جهاته لاحظي هو حتى الطر يقلع كنسته حتى ما يقازي ظهره باعتبار فيه زجاج وفيه كذا ودخل بكل هدوء بكل بساطة ومرتاح كأنه فايد عم يتسوق اخد غراض واخد امور واخد تبغلك يعني جو في المشاهد يجي اخد كم باكيت دخان بس لاحظي هو ليس بسارق هو عم ياخد حاشته يعني لاحظي هو مش غايته يعمل ضرر مرح اخد مصاري من الكشير طبعا المحل يعني الحاجة بس المحتاجة بالضبط اخد بعض الامور اخد اربع خمس عالب سكاير باينة يعني بالمشاهد وحمل حاله ومشي بكل بساطة يعني والاحلى من هيك انه هو فعليا يعني تم اعتقاله فورا تم اعتقاله يعني خلال ساعات بتصور يعني من هاي العملية اللي صارت فيعني مع الاسف الشديد هذا تصرف فردي هذا شخص مريض هذا شخص خطر للغاية انا بتصور هذا الشخص بعمره ما عد يحلم بانه يحصل على حق اللجوء ولا باي حال من الاحوال هذا اقل باقل الحالات اما ملا ممكن يعني باعتبار ان احنا عم نسمع انه النمسا هلا بده تبدأ بترحيل بترحيل العنيفين بترحيل المؤذيين بترحيل المجرمين بصراحة هذا ممكن يكون فيه يعني من افتتاحية الاشخاص اللي ممكن انه يعني يترحلوا فشي مؤسف بصراحة شي مؤسف للغاية انه هذا المشهد انه نشوفه بهاي الطريقة فيعني فعلا لا تعليق لا تعليق اكثر من ذلك صاحبة المحل شي بتقول بتقول انه انه انا انه هي واللي بتشتغل معها اصابن الرعب وعلى ما يبدو نيساء اصاب المحل واللي بتشتغل عندها عم بتفكر بالاستقالة بسبب حالة الرعب اللي اصابتها من هذا المشهد وفعلا يعني مشهد 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 عنيف عنيف للغاية نحن هيك لو حاولنا نرجع نعيده شي شي فعلا شي شي ما احد ما بقدر يتخيله حالة هالعنف هاي حالة هالعنف هاي اللي موجودة عند هالاشخاص هدول يعني شي مؤسف بصراحة ما بتصور فيه كلام ممكن ينحكى بالموضوع اكثر من ذلك اكيد القضاء رح ياخد مجراء التحقيقات رح تاخد مجراءها يعني اجراءات لجوء كان هو باعتباره كطالب لجوء اكيد يعني هذا ما بتصور عاد يحلم باي شيء له لجوء وانا بصراحة لو تسأليني احمد برأيي الشخصي انا ضد انه هيك شخص يحصل على حق اللجوء وحتى لو كان حصل على حق اللجوء لازم يسحب منه حق اللجوء لانه هذا يعني هذا مش سرقه مشي هذا شخص عنيف هذا شخص يستخدم الادات الحادة لتكسير وللتخريب فهذا بشخص شخص خطر شخص خطر وقطعا يجب يعني التعامل معه يجب عزله يجب وضعه بالسجن مع الاسف يعني بشأن ما اطيلة عليكي مع الاسف نحنا بنشاهد انه القانون النمساوي هون احيانا بيكون هزيل بقول لك ما في ادلة مو ما في ادلة يعني انه القانون هو عمل تخريب معين عمل كذا اوكي بيتحاكم بيتقاضي على هذا الشيء ما بتعاملوا معه لانه هذا في خلل بشخصيته في خلل بالحالة النفسية طبعه هذا ممكن يسبب اخطار اكثر من اللي هي فعليا ظاهرة فقط بهذا الحالة العنيفة اللي شاهدناها نعم ودليل انه اعطوك المرتين بالفعل يعني لكن اطلق صراحة طيب هل تعتقد ان يعني المرتب اللي بينزلهم كطالب لجوء يعني يمكن هو ده السبب انه مش مكفي حكته الشهرية وحكته من سجائر لمسلزمات غزائية يمكن هو ده السبب يعني مبلغ بسيط يعني لا اعتقد لا اعتقد القلة القلة بتسبب بتحول الشخص لشخص عني يعني هلا ممكن هو في عنده بعض الحاجيات مثل خاصة اللي بدخن يعني وخاصة اللي هو بدخن بكسافة فحتما عنده مصروف خاص فيه يفترض الشخص اكيد ما يتحول لمجرم يفترض يتعامل مع هاي المعطيات اضيفي على ذلك سريم انه 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 النمسا العليا ومثلها منت كتير مقاطعات اتاحت العمل لطالبي اللجوء فبيقدروا يشتغلوا بعض الاعمال اللي بتوفر لهم دخل اضافي انا ما بعرف اذا هلا اذا الشيء متاح عندهم ولا لا بسالس بورغ اسف ليس بها النمسا اللي يعفون سالس بورغ يعني هو بشكل عام احنا زم نذكر من اكثر من اسبوع اعلن وزير الداخلية على ان العمل التطوعي الزامي لجميع اللاجئين وبيقدروا يحصلوا على مبالغ اضافية فالاكيد ولا باي حال من الاحوال اللي قام به هذا الشخص مبرر بصراحة ما فينا نبرره هذا عنف هذا عنف هذا اجرام هذا هذا اجرام اللي قام فيه بهالطريقة هاي المدروسة ما شاء الله حمل الحديدة وخبط فيه البلور الاول والبلور التالي اللي يعني بخصوص الخبر يعني انت حضرتك كرئيس التحرير يعني كيف رأى قراء الموقع وقراء الصفحة هذا الخبر سؤال جميل بصراحة يعني فيه استهجان كتير كبير خليني افتح معك يعني بصراحة خليني هيك نشوف التعليقات اللي وردت على الصفحة بهذا الخبر ما بعرف زفينة طالعة جميل جدا صراحة فيه استياء كتير كبير وكتير اللي طالبوا بترحيله وكتير اللي فعليا امتعضوا من هالحالة هاي العنيفة اللي هو ظهر فيها بس اتمنى ان لاي الخبر اعطينا هيك لحظ افوا ايواليكم وين التعليقات وين التعليقات ايوة ايوة اها اوكي اوكي تماما هاي التعليقات يا سيدة اعتقد لازم اي سوري اي عربي اي حد مقيم على الوطن او الارض دي كذابين يعني مثلا كذابين هذا الشخص مو سوري كيف بيان معك انه مو سوري يعني احنا ناشرين الخبر وتفاصيل ممكن نعرف شو الاسباتات الى اي جهة اسبتت ما احنا نزلنا الخبر بس مع الاسف القارئ او المتابع لا يقرأ اليوم المتابع بيشوف الفيديو وخلص بداية بيشكك بهذا الموضوع النمسا ميديا السرعة في بض الخبر يعني مع الاسف في بينسوا الخبر بصير هذا الغاية تحريد النمساويين من وين الشعب السوري اذا ما يعرف يشتري وانت شو عرفك انه سوري يعني مع الاسف اتهامات وشتائم علنية هذا لازم كذابين هذا مصري يا شباب ديروا بالكم من هاي القناة ما عندهم مصداقية وتركيزهم على السوريين فقط هذا مصري مصطفى الشيخو مصطفى الشيخو هل تعلم يا انسريم انه هلا احنا بكل بساطة فينا نقاضي هذا مصطفى الشيخو الهل عما يكذب يكذب جهارا نهارا على هذا الفيديو هذا فينا نقاضي وفينا نحصل منه مبلغ كتير كبير يعني انا باطف عليه بصراحة نزعل لهيك ناس بسيطة وهزيلة ومسكينة صراحة اذا كانت صفحة الرسمية التابعة لبلدية سالسبورغ كاتبة انه عديم الجنسية كيف فجأة صار سوري جنسية كل من هو في سوريا هو سوري ان كان فلسطيني ولا كردي ولا اي شخص ولد في سوريا بغض النظر هاي بيسموه عديم جنسية هو سوري هو موجود من السوري يعني ما له من المريخ هو عمره مشايف فلسطين او اذا ما حنقول اكثر من ذلك يعني فمع الاسف الشديد لاحظي انت يعني اذا من لاحظ التعليقات كله نسي الخبر نسي الخبر نسي هالهمجية هاي اللي هي وتربى فيها هذا الشخص وصاروا القناة تبعكم مثل غراب البين كانت معادية للسوري وهاي الغاء متابعة طب يا حبيبي نناقص منك يعني يعني بدء ما يستنتروا للفعل ما رح ندخل بهذا الشيء يعني النمسا ميديا ما عنده غير السوري يعني مع الاسف الشديد فيه قارئ قارئ يعني بصراحة ما فينا نقول عنه غير انه هو يعني مسكين بصراحة قارئنا العربي قارئنا اللي عم بتابعنا هلا ما فينا نقول عنه اكثر انه مسكين جدا لانه بتعامل مع شكل الخبر اوفا بتعامل موش مع شكل الخبر بتعامل مع مين qué بنزل الخبر وبينسى الخبر وشو صير فيه شو كذا يعني عكل حال نحن ندعو لفعلا هيدا شي خاصين سحب انه لجوءه وانه فعليا بنفس الوقت انه يقاضى ويحاكم او انه اذا امكانية لترحيله فهذا بتصور شي صحي للغاية نعم نعم